السلام عليكم تخيل تكون فيه واحدة كل همها في الحياة هي وبنتها انها تقضي علاقتها الجزء ولما بتيجي الفرصة انها تقتلها بتكتشف ان عليها لعنة كبيرة ده اللي هنشوفه في المنا بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول من العلامة اللي تحت دي دوس عليها بقى وخلي الجدع وفعلا بتوصل للكوخ اللي موجود فيه الست دي وبتخلي بنتها موجودة برا وما بتقولهاش انها تخش الا لما تصرخ وفجأة بتظهر من العدم وتاخد لها صورة وبنلاقي انها جاي لها عشان تعمل لها لعنة وعلى طول بتطلب منها عيين الدم الضحية وبعد لما بتديها الدم بتسألها انت عايزة تعملي ايه في صحبة الدم قالت لها اننا عايزة الشيطان يسيطر عليها بنفسه والتنين يكونوا محموسين في الجحيم وطلبت منها انها تنفذ المهمة دي الليلة قالت لها اكيد اول ما تمشي من هنا هتلاقي الشخص ده مصاب وديتها سكينة من عندها وقالت لها اول ما تشوفي الشيطان اضربيه بيه وهتلاقي ان صابعه بتخرج من فم المصاب وبالسكينة وتنحتي عليه صليب وعلى طول بتشرب المشعوزة الدم اللي جابته لها وبتبدأ تقول بعد التعويز عشان تعمل اللعنة وبتطفي الشمعة اللي كانت موجودة في وسطهم وبتقول لها اول ما تقيدي الشمعة تاني معنى كده ان الشيطان حضر وبيبدأ يحصل للمشعوزة حاجات غريبة وبتظهر خطوط غريبة في وشها وبتقول لها انها سمع صوت دبانة والشيطان بس هو اللي بيسمع الصوت ده وبنتفاجئ ان الدم اللي ادتهله هو دمها وبسرعة بتاخد السكينة وتعمل علامة الصليب اللي قلت لها عليها وبتدخل لها بنتها اول ما بتسمع الصراخ زي ما قلت لها ولما بتتحرك المشعوزة لبنتها وهي ملبوسة بيخرج من بقها ايدين الشيطان وبسرعة البنت بتقطع صباعه وبتاخدها امها وتهرب من المكاة واول لما بتخرج امها بتقول لها ان المرة الجاية احنا هنحرقها وبعدها بننتقل لبطلة في المنى اللي بتكون قاعدة وهي وصحبتها في كوخ وبتكون اسمها إيلي وساعتها بتكون بتفكر انها تبيع البيت بتاعها وتروح للمستشفى لانها شغالة ممرضة طوعية وبيظهر الهم والحزن على وجه إيلي بعد ما ماتت امها واللي كانت بتتخيل دايما وتسمع صوت امها في المكان اللي موجودة فيه وده كان بيسبب خوفها اول لما بتسمع صوت نسيقة سمعتها في نفس يوم متها واللي اشتغلت فجأة وهي موجودة في البيت وبعدها بتتصل بها صحبتها على التلفون الارضي لان إيلي ما بتحبش تشيل المحمول وعلى طول سايبها من ايديها وبعدها بتخرج إيلي برا البيت وبتقابل زميلة أمها الوحيدة اللي كانت جاية عشان تديها مفتاح الاحتياطي للبيت بتاعها وبتكون هي اللي لقيت أمها لما ماتت وبتقول لها إنها ما دخلتش تنقذها إلا لما سمعت الموسيقى وبعدها بتلومها عنها سبب فموتها وإنها سابتها في أكتر وقت هي محتاجها فيه لما كانت تعبانة فبتتدايق إيلي وبتقول لها أنت ملكيش دعوة وبسرعة تضربها بالألم وبعدها بترجع إيلي تاني البيت وبتبدأ تدور في الكراكيب القديمة وبتلاقي ألبوم صور موجودة فيه هي وأمها وبتكون كل صورة هي موجودة فيه متشغبط عليها وبتكون أمها هي اللي عملت كده عشان سابتها ومشت وبعدها بيجي لها تليفون من شخص مجهول اسمها ألمة وبتطلب منها إنها تيجي عشان ترعى واحدة اسمها أمبر وبتقول لها إن والدتك هي اللي أوصب بكده قبل ما تموت وده طبعا بحكم شغل إيلي كممرضة وبعدين بننتقل للمستشفى لما بتكون زميلة إيلي بتاخد عينة من الدم بتاعها عشان تعمل تشج على جسمها وبتشوف علامة حقن قديمة موجودة في إيديها ولما سألتها عليها قالت لها إن أمها كانت بتاخد الدم منها على طول وهي ما تعرفش سبب ده إيه وبعدها بترجع إيلي لشقتها وبتحلم بأمها وهي بتاخد منها عينات الدم بس بتقلق من نمها ولما بتروح لحمام عشان تغسل وشها بتلاحظ خيال جريب موجود وراها وبتبدأ تسمع صوت أمها بتنادي عليها مرة تانية ولما بتوصل للمكان اللي جه منه الصوت بتلاقي أمها موجودة بشكل جريب ومشنوقة وبتنهار إيلي من الموقف اللي شايفها وبعدها بيختفي كل حاجة تاني وبييجي تاني يوم وتبدأ تحكي صحبتها عن اللي شافته وبتقول لها إن دي أكيد صدمة من صحبتها أمك اللي شافتها مبارح وبعدها بتتحرك إيلي وصحبتها للمكان بتقدم فيه الرعاية للمريضة رو وبيبان على إيلي إنها جات المكان ده قبل كده وبتكون في استقبالهم ألمة اللي كلمتها في التليفون واللي بتقابلهم بشكل من الظريف وبتبدأ تعرفها على المكان اللي هتعيش فيه وبتقول لها إن ما فيش هنا أي وسائل اتصالات وبتاخدها عشان تتعرف على المريضة أمبر وبتقول لها إن كتفضلي قاعدة كام يوم بس لغاية لما يفضى مكان للمستشفى وتروح ليها وبعدها بتسألها إيلي لو كان لها أي أقارب قايت لها هي موجودة بنتها بس بس سابتها من زمان وبيدخلوا بعدها على أمبر وبتلاقيها إنها نفس المشعوزة اللي قابلناها في أول الفيلم وأول لما بيصيبوا الأوضة ويمشهم بتفوق أمبر وبتفتح عينها وبتتحول كلها لدم وبعدها بتبلغها بس صحبتها إنها مش مرتاحة إيلي خالص وبعدها بتسيبهم إيلي وتمشي وبتقول لها بس إنها قلقانة من المكان ده والمكان ده معزول بس إيلي بتطمنها وبتطمن نفسها وتقول لها دي طبيعة المكان فبتسيبها بس وتمشي وتدخل إيلي تتعرف على المكان وبتخش الأمبر وتبدأ تتعرف على نفسها عشان لو هي سمعها وبتحاول إنها تعدل لها الغطا لكنها بتلاقي إن رجلها فيها كمية كبيرة من الأرح وبعدها بتفوق أمبر وبتبدأ تخرج من بوقها مادة غريبة وبعدها بتسمع إيلي صوت جاي من بعيد ولما بتخرج بيكون موجود طفلة في الجابة بس هي ما بتاخدش بالها منها وبتبدأ تلاقي موجودة على شجرة علامة الصليب اللي عملتها الأم وبنتها في بداية الفيلم ولما ييجي الليل بتبدأ إيلي تسمع لموسيقى هادية وبتفكر وروح لأمبر عشان تطمن عليها قبل لما تنام فبتقوم وبتنسى الموبايل بتاعها فبتوصل لها وتقول لها أنا هاعد جنبك شوية بس بتروح إيلي في النوم وفي الوقت ده بتفتح أمبر عينيها وبيخرج من بوقها إيد الكائن الغريب واللي بيحاول يقرب من بوق إيلي لكنه بيختفي فجأة أول لما بتفوق على صوت التليفون الأرضي اللي بتكون صاحبتها بس بتتصل بيها عشان تطمن عليها وبتنهي إيلي المكالمة معاها لما بتسمع صوت حاجة خبطت على باب الشباك ولما بتخرج برة بتلاقي تفاحة ومجروز عليها رسالة تحذيرية وده اللي سبب خوفها وخليها تتصل بالشرطة واللي طمينها وقال لها أكيد بعض الأطفال بيتحاكوا معاها ولما بيسألها عن سبب وجودها هنا بتقول له أنا موجودة عشان أقدم السيدة روز بيستغرب ساعتها وبيقول لها هي مش ماتت قالت له لأ هي عندها بس سكتة دماغية أتروح بعد كام يوم المستشفى وبييجي تاني يوم الصبح ولما بتكون إيلي بتجري في الجابة بتقابل نفس البنت وبعدها بييجي الليل وتصحى على صوت مامتها مرة تانية وهي بتندهى وبتلاقي إن الصوت جاي من القوضة اللي فيها أمبر وساعتها بتفكر إن بنتها رجعت لها مرة تانية بس لما بتخش القوضة بتلاقي كل شيء هادي ومفيش أي حد موجود في القوضة وبييجي تاني يوم وأول لما بتصحى إيلي من نمى بتكتشف إن فيه كلمات موجودة على رجليها وبتبدأ صاحبتها إنها تدور على قصة البيت اللي موجود فيه إيلي وبتوصل إن المكان ده بيدور عليه شائعات بيدور معظمها حواليه انقصص الشياطين والأشباح وبعدها بتقابل إيلي الفتاة وأمها وبيبدأوا يتعرفوا عليها وبتتأسف لها من اللي حصل مبارح إن بنتها هي اللي رمت التفاحة وعليها رسالة التحذير وبتقول لي إيلي إنها لازم تسيب المكان لإن سيدة أمبر ميتة وبتبدأ تحكي لها عن اللعنة اللي عليها وإنها هي السبب في موت جزها ولو عايزة تتأكد هتلاقي الصليب اللي موجود على رقابته وإن سبب وجود إيلي الوحيد هو إن بنتها عايزة تنقل روحة لجسد واحدة شابة ولما بيكون بيس في المكتبة وبتعرف أسرار عائلة أمبر بتشوفها إيلي وبتشوف حاجات صدمة عن البيت ده وبعدها بتطلب من إيلي إنها تسيب المكان لإن كده كده هيحرقوا المكان ده عاديهم بالروح للمستشفى اللي بيكون فيها بيس وبتحاول تسأل عن اسم أمبر متسجل في المستشفى ولا لا وبتقول لها الممرضة إن الإسم ده مش موجود في الكشفات من 30 يوم فبتحاول بيس تتصل بإيلي عشان تحذرها بس تليفونها بيكون مقفول كالعادة وبالصدفة تقع بيضة من إيلي وبتكتشف بوجود نجمة سوداسية تحت السجادة وموجود تحتها باب لقوضة سرية ولما بتكرر تنزل وتشوف في إيه بيكون في الوقت ده بيس زملتها بتحاول توصل ليا في أسرع وقت بس ما بتردش على التليفون لما بتنزل إيلي بتلاقي كتاب مرسوم عليه نفس النجمة السوداسية وأول لما بتفتحه بتلاقي موجود عليه صور لضحايا أمبر ولقت من ضمن الصور دي هي أمها ولما بتقلب الصورة اللي موجودة فيها بتلاقي صورة أبوها موجودة في دارها وبتلاقي جنبها أمبوبة دم مكتوب عليها اسمها وفي الوقت ده بيوصل لبيس رسالة من إيلي بتقول لها إنها رجعت البيت فبتطمن بيس وتلف العربية تاني عشان ترجع لبيت إيلي بعد ما كانت رايحة لبيت أمبر وبتدخل إيلي للقوضة اللي فيها أمبر وبتبدأ تواجهها لو كانت سامعاها وأول لما بتشيل الجطا اللي موجودة على رقابتها بتلقى علامة الصليب وبكده كلامها يطلع صح وبسرعة تحاول تخرج من القوضة لكن الباب بيكون مقفول وبتبتدي تسمع صوت جاي من سرير أمبر وأول لما ببص عليها بتلاحظ إن إيد الشيطان بتخرج من بقاه في الوقت ده بتوصل بيس لبيت إيلي وأول لما بتوصل فوق وتبتدي تدور على إيلي بتتفاجئ إن ألمة هي اللي موجودة في البيت وبتضربها بالسكينة في فطنها وإنها هي اللي سرقت تليفون إيلي وبعتت الرسالة لبيس وبتقضي عليها في النهاية بالسكينة في الوقت ده بترجع تشتجل نفس الموسيقى تاني عندي إيلي اللي ماتت بسببها أمها وبتوصل الشرطة للمكان اللي فيه إيلي وبيقول لها إلي إحنا جاننا رسالة اللي المكان ده هيولع وجينا نتطمن عليكم قالت له إن إحنا لازم نمشي للمكان ده للوقت ولما سألها على أمبر قالت له هي ميتة فبيشك من كلامها وقال لها إحنا لازم نتطمن عليها ومش هنسيبها لوحدة فبتحاول إيلي تحذره إنها مش بشرية قبل ما يخش لكنه مش بيسمع كلامها وبيبدأ يدور في القوضة وبتكون في الوقت ده أمبر متعلقة في السقف فوقيه وأول لما إيلي بتفتح الباب وتخش عليها بتتفاجئ إن أمبر نط على الشرطة وبتاكل في لحمه وبسرعة بتهرب إيلي من البيت وبتوصل للشرطية اللي موجودة برة وفي الوقت ده بتخبطها العربية وتكون عربية بز ملتها ولما بتخرجها إيلي عشان تحاول تنقذها بتتفاجئ إنها ألمة ولبسها الجلد بتاع صاحبتها بس وبعدها بتفوق وهي موجودة تاني في الكوخ ولما بتفوق بتبدأ ألمة تحكي لها الحقيقة وإن أمها لجأت ليهم عشان تعمل لعنة على أبوها بس ما كانش معاها فلوس فقررت إنها تتبرع بدم بنتها بدل الفلوس عشان تستخدمه في اللعنات اللي بتستخدمه المشعوزة وبعدها بتفوق مرة تانية وبتلاقي إنها موجودة في وسط دايرة مع جسم أمبر وبنكتشف إن ألمة دي هي بنت أمبر وبتجهزها عشان تنقل الروح بينها وبين أمها وفعلا بتوصل للكتاب التعويز وبتبدأ تقول في التعويز وبتفتح أمها بقها وبيخرج منها كمية كبيرة من الدبان وبعدها بيخرج إيد الشيطان من بق أمبر وبتتفاجئ بعدها إن الشيطان بيموت أمها وهو خارج منها وبيخرج بعدها الشيطان بشكل كامل وبيتجه ناحي إيلي في الوقت ده بتخش البنت اللي بتكرر تولع في الكوخ وبتوصل لألمة وبتحاول إنها تخنقها وبعدها بتتحرك للكتاب وتبدأ تقرأ التعويزة المضادة عشان يرجع للجسم بتاعه مرة تانية بس ده ما بيقصرش فيه وبيبدأ يتحرك ناحيته وبيحاول إي يخش هي فيها بس إيلي بيتيجي من وراه وبتمسك السكينة وترسم عليه الصليب وده بيكون في دخل البنته واللي بتضربه في عينه وبتحرقه وبيتحرق معاه كوخ وبيتحرق البيت مع لقطة أخيرة للشيطان وهو بينظر لجسم ألمة وبعدها بتروح إيلي لمكان قبر أمها ومعها الاستوانة اللي كانت بتحب تسمعها وبتكسرها عند القبر وبعدها بترجع إيلي لشغلها العادي كان ممرضة في المستشفى وأول لما بتوصل لقسم الحروق بتسمع نفس الصوت مرة تانية بينده عليها وبنكتشف فيه إن ألمة حد أنقذها ووديها المستشفى وإنها لسه عيشة وموتت كل المصابين اللي موجودين جنبها وطبعا بيكون الشيطان موجود جواه وبس كده يا سيدي دمتم في أمن الله سلام